مرحبا أعزائي متابعي قناة بلينبعين عربيا نزل عندنا تحديث جديد تطبيق X التحديث برقم 10-9 قبل ما أبدأ أشرح الطريقة الصحيحة للتحديث أتمنى كون شخص يدخل على هذا الفيديو أنه يشترك بالقناة ويفعل الجرس ولايك للفيديو مثل ما تعرفون التطبيقات توصلنا كل أسبوع وتطبيق X ببعض الأخطاء فهذا إن شاء الله يصلح الأخطاء الموجودة بالتطبيق وخلي أشرح لكم من داخل التطبيق طريقة التحديث بصورة صحيحة نحدث التطبيق بالبداية ندخل على الأبل ستور ونروح بالعلى وننزل الشاشة إلى أسفر رح تنزل التحديثات النازلة ونزل عندي تطبيق X التحديث برقم 10-9 قبل ما أحدث أروح على الأدادات أنزل على تحديث البرنامج أتأكد 17-03 وطبعا هذا التحديث أنا عندي iPhone 13 Pro Max صار خلل بالشاشة يعني الشاشة مو دائما تأخذ اللمس فأيضا رح أروح أقدم لشركة أبل هذا الاعتراض بعد رح نزل على مساحة التخزين على المساحة الكلية المستخدم 105 الفرق بيناتهم رازم يكون بين 10-30 جيجا وشوفوا طبعا أحذف المحذوفهم مؤخرا والخلل اللي صار عندي هنا هذا على iPhone هذا ما دا يعرفون وهذا أيضا هذول الاثنين على أساس أنه أحذف البيانات كلها وأرجع رجعها للأسف فهذا الشيء إنه موجود وإذا عندك أي شيء مساحة عالية أحذفها وبعدين رجعها الآن أروح أحدث ال الـ 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 الان ما في أي مشكلة أحدث الـ وإن شاء الله ينزل التحديث بدون أي مشاكل الآن أكمل التحديث أدخل عليه هذا حسابي 535 نقطة واحدة حابة أقولها الكل واحد يستعمل تطبيق اكس أو تويتر إذا أنت حابب أنه تكمل هنا فكمل هنا وحاول أنه تزيد المتابعين حتى تبدي تستلم أرباح لأن مثل ما تعرفون كل التطبيقات تنطي بدأت أرباح تقريبا فأنت بدل ما تضيع تعبك على الفاضي رجعا نضيعها على شيء ممكن تستفاد بأنه ممكن يوصلك باليوم بين الـ 500 والـ 1000 دولار فحاول أنه تستفاد من هالشيء هذا لتضيعون تعبكم فقط للهواية أنه استفاد منها إذا أنت هنا موزين حول على ال سناب شات أو الفيسبوك أو الريلز أو حول على التكتوك كل هذه التطبيقات تعطيك أرباح فأكل واحد يشوفي الطريق مالته وإن شاء الله يستفاد من عنده أتمنى أنه استفادته ادعموا قناة برلين بعيون عربية باشتراكوا لايك فعلوا سر الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد من عندي مع تحية من برلين عاصمة ألمانيا مع السلامة أي سؤال أو استفسار أي مشكلة كتبوها بالرسائل أنا حاضر شكرا لكم مع ألف سلامة